المعظم المرة في هذه الشوارع من هم أكثر نكداً النساء أو الرجال شو بتحكي أنت يا عبير شوفيه غلاب صراحة النساء أكثر نكداً لو نجي نحكي بالحق لكن أحمده يكون الرجل نكدي أول ما يتعب يعني يصاب بالزكام أو القحة النكدي يقلب البيت رأساً على عقب صحيح بأساس يعني يدور مشاكل على الصغيرة الكبيرة ليس يسمح تدبة الإبريدة سقطت هذا الرجل متى يكون نكدي أول ما يتعب أو يمرض في البيت صحيح كمان كل واحد سواء المرأة أو الرجل بيعبروا عن نكدهم بطريقة مختلفة عن الآخر يعني ممكن نساء دراما كوينز بيصيروا بكاء وبتتدمر من هالعيش بتتدمر من كل شيء موجود في حياة تدمر تتدمر يعني من هذا الوضع أما بالنسبة للرجال ممكن يصير بديفتاع المشاكل ممكن بيعبر عن نكده بتصرفات أو سلوكيات غاضبة فكل واحد له يعني ما في إنسان ما بنكد مامنا نحكي من الأكثر من الأقل بس يعني أنا رح أكون محايدة بتعرفين أنا دائما بصفقة لبقرة رح أكون محايدة هذه المرة في هذا الموضوع بعتقد التنين في نكد عندهم في كل موقف طبيعا نقول تلك صحيح ممكن بنكد على الرجال أكثر ممكن وضع مادي مشاكل كثيرة في الأسرة عدم ارتياح لكن ليس كثير زين المرأة المرأة الأولاد ليس كثير المرأة نمبروان بالنكد يعني أكثر من الرجل متأكدة متأكدة طيب بدي أسمع جوابك يمكن هيك بعد سنة سنتين كمان يا عبيد إن شاء الله إن شاء الله بتغيري هذا الجواب إن شاء الله طيب إذا نحن نتافع هذا التقرير من الشارع اليمني وسؤال كان من هو أنكد المرأة أو الرجل نتابع من أكثر نكد النساء أو الرجال شوف بكل صراحة أكثر نكد تلاقيهم يعني يكونوا الرجال من أكثر نكد النساء أم الرجال النساء من أكثر نكد برأيك النساء أو الرجال طبعا النساء الرجال الاثنين كل واحد له وجهة النظر بس أنا أشوف أن الرجال أكثر شي أكيد النساء النساء الله في رأيي لا هذا ولا هذا قد يكون من المرأة وقد يكون الرجل النساء طبعاً أكثر نكد والله من أكثر نكد؟ النساء أو الرجال؟ تحتاج السؤال أصلاً من النساء موضع من تهي قل لي ليش النساء يعني حدثوا لا حرج طيب حدثني قل قلها حاجة بسيطة بس يعني بالنسبة المزوجين قل لي بس أنت إشعى هنيته من أكيد النسوان والله كل الحياة معنا مع النسوان عدل أم طبعاً عدل أم الله أحفظه كل الأمهات والله هذا يرجع للشخص نفسه يعني سواء كان ذكر عن ذا بس أعتقد والله أعلم أنه نحن أكثر رجال أكيد النساء طيب ليش النساء لأنهن دولاس غضاح طيب يعني طلباتين كثيرة أيها وأكثر دلع من الرجال يعني لين حاقت كثيرة طلباتك طيب ليش طيب ليش ليش ملاكدات لينهم طلباتهم كثيرة لأنهن يصعبين السهل ويسهلين الصعب ليش لأنهن كثيرات هدار كثيرات سؤال اديت على سوية ترك يعني يتعبين لو أحد قلتني أولاً ليش الرجال ليش الرجال لأنه يشتي خزن يشتي يشتي يعني متطلبات في الحياة كثيرة فإذا انقطعت واحدة من المتطلبات هذا يرجع نكدي وأنتي تخزن أكيد يعني يعني انتلك لا مش نكدي أنا أخزن مرة في الأسبوع فإذا اكتطع هذا كل يوم أوقع نكدي ما اكتطعش حياة تكون سابرة أما النسوان يعني يا الله لقد اشتخر للحديقة اشتخر الشهر لابستان وهكذا يعني بسيطات خاصة بناتها اليمن حقنا يعني ما بيش ما بيطلبش حاجة عني واو لذيكون بعضها حان المرأة مشورة بأننا نكدي لكن مش جميع النساء فيه وفيه يعني لأنه يعني كل واحد يشتي شي الرجال يشتي اهتمامه ومشتي هذا وحيانا نكونوا عصب صح؟ هذا هو أن ترجع أما نسوان يعني والله نهادئ ما لا شي يعني تشتي المرأة شي على قد عقله والرجال كما نشتي على قد عقله طيب ليش النساء؟ نساء دايما نزلنا أنا تسموها نساء ليش؟ ليش؟ نساء تنسوا العيشة تنسوا وليش تسموهم حريم؟ تحرم عليك العيشة طيب ليش النساء؟ لأنهم كثير ضلبات كثير ما تشوف أشتي مثل صاحبتي أشتي مثل مرت فلان مثل يعني ما شافت حاجة تشتي لكن الرجال حتى في مثلا إذا أعزت لحرس تقود وتخارج والعزب النسوان تشتي لكوافية وتشتي فستاء وتشتي كل حرس ولا كل مناسبة تغيير صاحبتي قد بسرني بهذا قد ندريه يعني مشاكل من أنكد؟ النساء من الرجال؟ لا أكيد الرجال ليش الرجال؟ يعني هؤل لي بيشتغلوا ويهتعبوا كده مشان الزوجة وكده لا استوعب السؤال صح من أكثر نكد؟ يعني اللي يقولوا نكد يشتغل أيو أكثر؟ نكد تعرف النكد؟ نكد أكثر أيو مش انتكب؟ نكد 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 أيو نكد نكد معنا شغل أيو نكد إش معنى النكد؟ شغل أكثر من اللازم لا شكلك نكد أكيد لا كيف فهمه؟ المهموم أكثر المهموم أكثر أكثر قالك إيه؟ لا لا مش فهمه مصد عليهم يا تعيش لديهم سيزون ويمون أكثر النساء الكاميرا يا أسر من أكثر نكد النساء من الرجال؟ النساء أكثر ليش النساء؟ مش عالب أسنساء أكثر من أنكد النساء من الرجال؟ الرجاء ليش الرجال؟ يعني النفس واني يكون يقنبني في البيت الرجال يخرج يطلب الله عالم في السوق النكد يعني من هو أكثر نكد؟ الرجاء ليش الرجال؟ النساء ما ينكدنش تأكد نكد سوعبت السؤال صح؟ ما شي من هو الأكثر هرم بالعربي كذا؟ الأم والله إنك مدوّر من هو أكثر نكد؟ النساء من الرجال؟ النساء تأكد إن شاء الله أنك عالك مستوعة بشل إن شاء الله حسنًا أظل أننا إذن تابعنا هذا الاستطلاع من الشارع اليمني والسؤال كان من هو أنكد؟ الرجال؟ في بعض الأجوبة كانت طريفة لحد يعني كنا في الاستوديو وهن خلاص يعني جميل يعني آخر واحد قل لأن المرأة قاسة في البيت والرقر هو خارج البيت شقي ليس دخل الأب ليس دخل الأب ليس داري كمان عجبني واحد من كانوا معنا في هذا التقرير من الأشخاص حكى أنه الرجل يعني كانت أول شيء الإجابات متباينة في ناس حكوا ليس الكل يتفق على إجابة واحدة هناك ناس حكوا النساء حتى من النساء نفسهم حكوا النساء وفي من الرجال حكوا أنه رجال كمان بيكون عندهم نكد لفتني واحد من الشباب اللي كان معنا وحكى الرجال أكثر نكد أنا مشطي يخزنه إذا ما فيه تخزينه خلص الأمور مشتابرة لا صحيح كمان في واحد لفت انتباهي أيضا أنه قال إحنا رجال أكثر نكد ليش؟ لأنه المرأة إذا تشتي مثلا حاجة تشتي مثلا حاجة بسيطة أشتي أخوك الحديقة تمشي أشتي أشمها ولكن الرجل إذا أشتي يشتي حاجة يشتي خزن لا يسكت شي يصر على هذا الشي ويكون على حساب الزوجة نعم فيه كمان يعني واحد كان جوابه شوية هيك قاسي علينا حكى ليش تموهم حريم يحرم علينا العيشة عشان هيكوا من كدات ولكن لا بالتأكيد مش هيك الموضوع أبدا أنا مثل ما حكيت قبل التقرير إحنا بشر بالنهاية طبيعي الواحد يمر بمرحلة نكاد أو ممكن عدم ارتياح مع الأوضاع اللي بيكون مار فيها ويعني مش كل الأيام عسر ومش كل الأيام يعني كمان سيئة مش كل الأيام حلوة ولا كل الأيام سيئة في أيام تمر علينا خلاص بستلزم الوضع أنه ننكد وباقي الأيام وإحنا فرحانين مبسوطين عادي صحيح بس الأمانة ما شلتش نكاد الرجل إلا في البيت رما يكون تعبان أول ما يبدأ يصاب الزوكام أوركوحة فعلا يكون هرم حنا نسمي باليمني هرم يعني مبأس الأبعد حد ليش تحرك هذا ويقول مش اش اسمع صوت أنا تعبان أنا يعني لما يتعب أنا بدي أذكر عبير هلا كمان لا يشتيش يسمع ولا دبت نملة في البيت طيب عبير انت حكيت لما يكون تعبان طيب وبرمضان صايم صايم تعبان يعني أنا صايم صايم وعبد ربي فعلا مش اسمع حاجة ومعصب وما هو دارمة يقول الله أكبر وقت صلاة المغرب نعم يعطيك كمان يعني موقف مش فقط في الملاغ لا صراحة موقفين صحيح صحيح معلومة إضافية نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر